بأمر بسيط جداً خليت التليفون يقفل واي فاي وشغل الديتا وشغل بلوتوث ويفتح البودكاست ويفتح الجوجل مابز ويحط الوجهة اللي هو البيت بتاعي وياخد سكرينشوت من الوقت المتبقي ويبعته لزوجتي على التليجرام كل ده بأمر بسيط جداً جداً بعمله وانا بربط الحزامتها العربية ويوفر عليها حاجات كتيرة جداً من فترة عملت فيديو قصير عن شيء اكتشافته في الايفون واستغربت ان ما فيش حد بيتكلم عنه بالقدر الكافي او ما حدش بتكلم عنه خالص رغم قوته وانه بيساعد ويسهل علي حاجات كتيرة جداً والشيء ده هو ابل شورتكاتس او تطبيق اختصارات ابل اللي اكتشافته اني لقيت ان معظم الناس ما سمعوش اصلاً عن التطبيق ده خالص واللي استخدمه يعني ما جاش معاسك فبطل استخدمه ان شاء الله ان ارد ان اتعرف على تطبيق ابل شورتكات وازاي تستخدمه وهو ريك نمازج عملية من الحاجات اللي انا بيستخدمها وسهلت علي حاجات كتيرة جداً يالله بينا اسلام عليكم ايه الاخبار وهنا بيجو فيديو جديد من دروس اونلاين بداية ايه هو تطبيق ابل شورتكاتس ابل شورتكاتس هو عبارة عن تطبيق بيوفر لك امكانية انك تعمل شوية اوتوميشن او اتمتة لبعض المهام او بعض الاعرضات الخاصة بالتلفون بتاعك وانك تربط تطبيقات ببعضها وتعمل مهام معقدة فيها خطوات كتيرة جداً بضغطة سر واحد او ببساطة انك بتقول هيي سيري تيك مي هوم فبتلاقيه يعمل كل الحاجات اللي هتبان على الشاشة دلوقتي بالنسبة لازاي تستخدم التطبيق ده لو انت عندك اي جهاز من ابل سواء ايفون ايباد ماكبوك اي جهاز هتلاقي تطبيق الشورتكاتس عندك بهذا الشكل ولو مش موجود ممكن تحمله من الاب ستور والاول ما تفتحه بتلاقي فيه حاجات بسيطة جداً مقترحة ليك لالستارتر كت حاجات بسيطة خالص ولكن انت تقدر تبني الحاجات الخاصة بك او وده الشئ الرائع جداً انك تحمل حاجات ناس عملوها وحطوا فيها مجهود كبير جداً وانت بتاخدها كده فور فري بدون اي حاجة هتلاقي عندك في تطبيق الابل شورتكاتس هنا الجالاري اللي عليمين تحت خالص ده وده فيه حاجات زي ما قلت لك اريدي ديفولت من ابل هتلاقي مثلاً ستارت بومودورو ده بيعمل تايمر بتقنية البومودورو هتلاقي فيه حاجات كتيرة قوي ولكن في المعظم هتكون حاجات بسيطة ولكن خليني اوري لك بعض الحاجات اللي انا حملتها وبستخدمها وساعدتني بشكل كبير جداً ومنها على سبيل المثال الابل فريمز ابل فريمز انت احياناً بتاخد شورتكاتس كتيرة جداً تحاول شركة مثلاً في بوست او بتشرح لحد حاجة او استخدمتها في بورتفوليو زي ما الموضور ده سعيدني بشكل كبير جداً اللي هو الابل فريمز بتاخد شورتكات بتختار شورتكات من الجلر بتاعك او بتاخد الشورتكات على طول يقول نفترض على سبيل المثال لصفحة البودكاست مثلاً هتلاقي ان اريدي عايز تعمل ايه في الصورة دي فانا مسلاً اختار سيفت فوتوز لو فتحت الجلر عندي دلوقتي هتلاقي حطيلي الشورتكات في هذا الفريم الرائع جداً من الايفون وبالفعل انا استخدمت الصورة دي تساعدتني بشكل كبير ان انا اعمل بورتفوليو احترافي في التصميم الجامد ده فده ده مثال واحد بس الحاجات والشورتكات الرائع اللي انا بستخدمه تقريباً بشكل يومي هو R-Download R-Download بيسمحلك انك تحمل اي فيديو من اي حتة سواء من فيسبوك انستجرام تويتر يوتيوب سواء فيديو كامل وبكواليتي كويسة وانت كمان اللي بتحدد الكواليتي على سبيل المثال انا انا فتحت يوتيوب واعجبني مثلاً الفيديو ده تمام فكل اللي انا بعمله ان انا بعمل Share باخد كوبي لللينك وبضغط ضغطين على ظهر التليفون بيشغلي الشورتكات ويقول لي عايز تحمل الفيديو بانهي جودة انا اقول له 720 اللاو الفيديو كده هتحمل وموجود عندي في الجاليري اهو فشيء مذهل جداً شيء رائع بصراحة هو شورتكات اخير انا عايز اعمله لاني حاس ان هو يسهل على ناس كتير فكرة ناكل فين يعني مثلاً لو انت طالع انت وزوجتك اه تاكلوا برا فالسؤال اللي كلنا بنعطل عنده طب هنأكل فين هنأكل ايه انا بصراحة الموضوع ده كان مؤرقني لدرجة ان انا عملت لستة بالمطاعم اللي احنا بنروحها وبعدين عملت شورتكات اسمه تشوز ارسترانت ساعة ما بعمله ران هو بيختار لي راندم ريسترانت مثلاً اقول له تشوز ارسترانت او عشان بيثجل هنا فمش هيشتغل طيب خلينا نوقف السترين ريكورد تشوز استيريو استيريو ده ترجيح لو قلت له ثاني امواج امواج ده مطاعم عندنا هنا فحطت لستة من المطاعم وهو بيختار لي منها ودي بالمناسبة شكل استيريو ماشي يعني الموضوع ببساطة ان انا عملت لستة بالمطاعم اللي انا بروحها وبقول له تشوز راندم من اللستة دي وده هيودينا لشيء اخر وهو ان الموضوع ده اصلاً هيفاهمك الاساسيات البرمجية ولو انت بتتعلم برمجة فالموضوع ده هيفيدك جداً وفادني بشكل كبير بشكل شخصي يعني فهمني او خلاني اراجع على اللست والديكشناريز واستخدام الابي اي وان انا ابعد ريكويست وان انا اعمل دي بوجينج عشان اعرف ايه اللي ما اشتغلش انا حرفياً اعدت يومين شغال علشان اعمل شورت كت يربط الهابت تراكينج سيستم او نظام تتابع العذاب بتاعتي في نوشن ان انا قد اتحكم فيه من خلال سيري ان انا اقولها سيري هابت دن هان اقول مثلاً هان اقول مثلاً ريد لما بستخدمها من على التليفون خليك تدوس سبع دوسات ولكن هنا بمجرد ان انا بقول هاي سيري فوتو جيرنال فبيفتح لي المعرض وبيقول لي عايز تختار انهي صورة فانا بختار الصورة خلاص كده الصورة دي راحت اوتوماتيك لي على بتاع الجيرنالينج بتاعتي فالموضوع بهذه السهولة وفعلاً فعلاً نوفر عليها كتير خلينا راجع على المهارات والحاجات البرمجية اللي انا كنت نسيتها لاني بعدت شوية عن الموضوع وفعلاً بيخليك تحس ان انت انجزت حاجة لانك بتعمل الحاجات دي بايدك وبتشوفها شغالة قدامك وفعلاً بتستفيد منها وبتستخدمها بشكل يومي مثلاً انا باخد قيلولة مثلاً بعد الظهر فعلشان اخد قيلولة انا اصلاً ببقى فاصل خاصة عشان امسك التليفون اعمله صامت واعمل الساعة انها تكون برضو واعمل تايمر تلاتين دقيقة انت بتلاقيك فوقت مجرد بتسح التليفون كده وتتعرض للضوء بتاعه بفوق فانا ببساطة شديدة بقولة hey Siri time for a nap فبتقوم عملة تايمر ومقفلة كل حاجة وبعدما تايمر بيخلص بقوم اوكي وقال خد التايمر فالموضوع مفيد وممتع وحيفرق جداً جداً لأي حد بتعلم البرمجة يعني لو انت مثلاً بتعلم CS50 الكورس بتاع CS50 ووصلت لمرحلة اللي هو لغة البرمجة اللي بيتعلمك الاساسيات زي واللوبز والحاجات ديت فتقدر تقول ان استخدامك لابل شورت كاتس هيعمق الفهم ده او هيديلك نسخة متطورة شوية من الموضوع وفي نفس الوقت عملية ومن الحاجات اللي ابل شورت كاتس برضو نماها عندي بالصدفة هي لان فكرة ان انا بسلاً ابعت صورة لزوجتي مكانش متاح مكانش متاح انك تبعت صورة الا باستخدام واتساب وانا ما عنديش واتساب على التليفون ده ولكن عندي تليجرام بس متاح انك تبعت تيكست بس من خلال تليجرام ماينفعش انك تبعت صورة طب الصورة هبعتها ازاي فبطر ان انا برفعها على دروب بوكس واقول لدروب بوكس ابعت اللينك لابل شورت كاتس وابل شورت كاتس تقوم بعتها اللينك لتليجرام طبعا لو انت بعيد كل البعض كل البرمجة كل الكلام ده ممكن يبان بالنسبة لك حاجات مهقدة وبتعليك انها حاجات غاية في السهولة وغاية في البساطة وتقدر تعملها بنفسك يعني انا ببقى سعيد او لما بحلي مشكلة بهذا الشكل يعني مراطي فعلا لما كنت ببعت لها رسالة انا جاي في الطريق طب بيقول لي طب انت قد مكد ايه فبطر يعني بقى الموضوع كله مكانش له لازمة بطر ان انا اتصل او ان انا اقف او ان انا ايا كان ابعت رسالة وانا سايق وده شيء لو ارجحه تماما ففكرة ان انا لقيت حلل الموضوع ده وورك اراوند لفة كده عشان تحلل الموضوع ده تخليك مبسوط الحقيقة انا عندي ابل شورتكات كتيرة جدا وكل يوم بخش كده اشوف ايه الحاجات اللي انا بعملها بشكل متكرر وازاي اقدر عمل لها اوتوميشن سواء باب زابير والحاجات التانية دي او سواء بابل شورتكات على سبيل المثال برضو كنا تكلمنا قبل كده عن فكرة انك تخلي فلتر الالوان بتاعك ابيض واسويت فانا عملت شورتكات ان هو يشغل الفلتر اوتوماتيكلي بدون محتاج ان اخش على settings display color color moods وكل الحقصة دي ان انا عملت filter on وادوس filter off يقوم مرجع الالوان مرة تانية بهذا الشكل فده سهل علي الموضوع جدا كنت عامله على هيئة prompt ان هو يسألني الاول on ولا off بس ليت ان انا اوكي انا ممكن اعمل ايكونة او بسيط كده لكل واحدة زي on هنا و off وبالمناسبة خلينا نعمل سوا الشورتكات ده دلوقتي علشان يعني ايه تكتشف الموضوع برضو هتروح للتطبيق بتاع الشورتكاتس نطلع من الموضوع ده هتدوس على علامة الزائد اللي فوق اليمين وتقول له add action وهتكتب هنا color filter اهوت بس كده turn on وتغير الاسم مثلا لفلتر on عشان بس نبينه وتقدر كمان تختار له ايكونة لو انت حابب choose icon مثلا هذا الايكونة وتقدر كمان تحطه على برا على ال home screen add to home screen add كده الفلتر هو filter on بيعمل نفس الوظيفة وخلينا نرجحها تاني بالفلتر off فالموضوع بهذه السهولة طبعا لو استخدمت apple shortcuts على ماكبوك هيدي لك اكتر ومساحة اكتر انك تتعامل معه وبالفعل انا ما استخدمت apple shortcuts في ربطه وبنوشن الموضوع كان يعني فيه سطور كود طويلة وفيه وفيه حاجات كتيرة قوي وبصراحة زي ما اقول شحذ مهاراتي في البرمجة او بمعرفة البسيطة في البرمجة يعني انا لا اتجرى ان انا اقول على لبس المبرمج ولكن خلاني وساعدني فعلا ان انا اعمل حاجات انا مبسوط ان انا عملتها انا مش عادة استقول عليكم انا بس حابت ان انا وريلك مدى روعة وكفاءة وسهولة استخدام الموضوع ده وان هو بيسهل عليك حاجات كتيرة جدا يكفي بس الشورت كات بتاع انك تتحمل فيديو عجبك وتحتفظ به لا ربما ان انا استخدمه فيما بعد في حاجة او في البروجيكت انا اشغال عليه فابل شورت كاتس تطبيق وميزة قوية جدا وكنز مخي فعلا في ابل فاللي احنا عايزين نقوله ما تروحش طبعا تشتري جهاز ابل لو انت مش معاك علشان خاصية الابل شورت كاتس ولكن لو انت معاك ايفون او اي باد او ايا كان فابدأ استخدم الخاصية دي الخاصية دي مذهلة وهتوفر عليك حاجات كتيرة جدا سواء انا عايز تعمل بي دي اف سواء انا عايز تعمل جيف من فيديو سواء انا عايز تخلي الحواب في دقرية عايز تعمل ابل فريم عايز تحمل فيديو لو انت عايز تعمل ابل شورت كاتس ليك انت مناسب لشغلك او لسلوب حياتك او لروتين يومك هتلاقي ده وهتعرف تعمله والموضوع فعلا فعلا جامد هنسيب لك في الديسكريبشن تحت الفيديو مصادر تقدر تحمل منها ابل شورت كاتس كتير جدا في ناس فعلا يعني شغالين على الموضوع ده متعمقين فيه جدا ويبذلوا فيه وقت ومجهود ويمقدمينه فور فري وسهل جدا انك تضيف للموضوع مجرد ما تضغط على الرابط اد تو ابل شورت كاتس خلاص بيظهر عندك وتقدر تستخدمه ويدي له بس شوية البرميشنز اللي هو بيطلبها علشان يقدر اشتغل بشكل كويس ومش عايزين برضو نطول ان احنا نخش في سبيسيفكس ونوريكم نمازج معقدة ولكن لو الفيديو ده حازق على ايجابكم وحسين فعلا انتم محتاجين فيديو تاني عن الموضوع هنقدر نعمل مثلا توتوريال ممكن وقت اطول نتعمق فيه بالتفاصيل ويا اخيرا وصلنا لفكرة الكووت والكووت تعالى النهاردة من الاستاذ نفال رافيكانت راجل مشهور جدا كلمنا عنه كتير استاذ نفال بيقول استاذ نفال بيقول في المستقبل اما انك هتقوله الكمبيوتر يعمل ايه او كمبيوتر بيقول لك تعمل ايه والافضل انك ما تكونش على الجانب الخطأ من المعادلة دي يعanov اما انت بتقوله الكمبيوتر يعمل ايه زي ما احنا وضحنا اثنه انكли افتح جوجل من البودكاست اعرف رساله كrun افتح الرسالة كغيرا كان والحاجات دي انت بتقول 내일 TEAM او انك كمبيوتر هتعل ايه فيه كمبيوتر يشغلك او كمبيوتر هو اللي بيديلك التوجيهات وهو اللي بيقول لك تعمل ايه والافضل انك ان 얼م تقول الكومبيوتر الأفضل انك تتعلم ازاي تتعامل مع الكمبيوتر او ازاي يتكلم الكمبيوتر اللي هو باختصار شديد البرمجة اللي أنا عارف إن هي مش مناسبة لكل الناس ولكن هي مهارة أساسية حتى لو الأساسيات مجرد الأساسيات فإحنا محتاجين على الأقل يكون عندنا محو أمية برمجية لأن فعلا الموضوع مهم وإحنا خدنا قفزة كبيرة أو دلوقتي والAI منتشر في كل حتة هنعمل حلقة عنه إن شاء الله فيفضل إنك تعرف الأساسيات بتاع الموضوع ده ولو على الأقل تتفرج على كورس CS50 أو إنك يعني تستخدم Apple Shortcuts وتشوف الدنيا بتمشي إزاي وممكن يجر رجلك وتحب الموضوع وبالفعل لا تتخيل مدى متعة إن أنت تقول لحاجة اعمل كذا ويقعد يعمل لك 15 حاجة وراء بعض كده ويوفر عليك وقت ومكهود يا أنا تعبان بس متحمس وأحس إن أنا طويلت فأنا بعتذر ويا قولوا لرأيكم في القيامات لو حبين إحنا نتعمق في الموضوع ونعمل يعني فيديو أكتر بتعمق في تفاصيل وفي خطوات step by step thank you for watching وأسلام عليكم